النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير أكد وزير التربية عماد موفق العزب خلال حضوره ورشة مشتركة مع المعنيين في الشركة العامة للدراسات الهندسية وكليات الهندسة المعمارية بجامعة دمشق ومنظمة اليونسيف والمديريات المعنية بالوزارة أكد أن الوزارة عملت بشكل مكثف على مدار ستة أشهر من خلال لجنة مكونة من خبرات تربوية وهندسية لتزويد الشركة العامة للدراسات الهندسية برؤية واضحة تكون بمثابة معايير أساسية للبناء المدرسي الحديث تسهم في وضع مواصفات وطنية قياسية للبناء المدرسي ترعي احتياجات المتعلم والمهارات التربوية التي تحقق الغاية من التعليم موضحا توجه الوزارة نحو إعادة بناء وترميم المدارس المدمرة وفق الأساسة السابقة التي تراعي معايير التنمية المستدامة وفق المنهج المطورة واحتياجات المجتمع المحلية وبما تحقق المتع والفائدة للأبناء الطلبة تنفيذا لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي تستمر مديرية التربية في حما تنفيذ المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية لمديري المدارس ولد سلطان وهذه التغطية مديرية التربية في حما الدورات التدريبية بمرحلتها الرابعة المنفذة لمديري المدارس حيث بلغ عدد الملتحقين بالدورة 190 مديرا من مدارس مصياف كافة تأتي هذه الدورات تنفيذا لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي التزام كبير هناك فائدة كبيرة طبعا الهدف من هذه الدورات كما ذكرنا سابقا الارتقاء بمهارات مدير المدرسة بحيث نضمن تطوير العمل التربوي والإداري ضمن مدارس المحافظة هذه الدورات كما ذكرنا هي دورات متسلسلة إن شاء الله تعالى سيتم متابعتها خلال العام القادم وفي مواد أخرى بعد التوقف دورات مدير المدارس بسبب الجائحة العالمية الكورونا استعملنا الدورات التدريبية لمديري المدارس في مصياف واليوم الرابع من الدورة راح نجري لاختبار هذا وتلقى الدارسون في الدورة العديد من المحاور التي من شأنها رفع السوية وزيادة الخبرات العملية من ناحية القيادة التربوية في مختلف مفاصل العمل التربوي المهاضرة تضمن الأمور الصحية التي يجب تقديمها للسادة المدراء من أجل تطبيقها في المدارس وخاصة الإضاءة والتهوية في الصفوف الخزانات المياه، مناهل المياه، دورات المياه، نظافة الصفوف، نظافة العامة نحن كمدراء مدارس هوني من خلال المحاضرات بهذه الدورة ومشكورين المحاضرين من رؤساء دوائر عطونا معلومات نحن ممكن لدينا الطلاع منها 50% أو 60% لكن اليوم زادت أكثر واستفدنا كثير بتطبيق النظام الداخلي في المدرسة بصغراته ومواده طبعاً الدورة هامة ومفيدة جداً أضافت الكثير من المفاهيم التربوية يعني اكتسبنا أمور كثير كويسة ومهام شو ممكن المدير يتصرف بمواقف كثير عقوبات ممكن أن نحن نتجنبها مشان ما نوقع فيها وتهدف الدورات إلى الارتقاء بأداء وقدرات ومهارات مديري المدارس انطلاقاً من أهمية المدرسة كونها ركناً أساسياً من أركان العملية التربوية لأخبار التربوية وليد سلطان حما بهدف إجراء دراسة حول نظام النجاح والرسوب في النظام التعليمية في الجمهورية العربية السورية أكد مدير مركز القياس والتقويمة التربوية الأستاذة دكتور رمضان درويش خلال لقائه فريق المركز الوطني أكد أهمية إنجاز الدراسة وفق فترة زمنية مدروسة مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة المقومين من فريق المركز لمراجعة وتقويم بعض ملفات الإنجاز والمشروعات والأنشطة المنفذة من قبل تلاميذ الصفوف من الأول وحتى الرابع لدراسة تعديل نظام الامتحانات في تلك الصفوف واقتراح تكريم الموجهين والمعلمين المتابعين لتلامذهم والمشرفين على المشاريع والأنشطة المتميزة للحث على الاهتمام والتركيز على ملفات الإنجاز كان هذا كل ما لدينا لمزيداً من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة